أضاف لاعب الكويت في لبايت شينك يوكشن كذلك كرتين الفنون القتالية إنجازا جديدا للرياضة الكويتية بعدما حققوا المركزين الأول والثاني في بطولة دريم فستيفل التي يقيمت في العاصمة اليابانية توكيو وتمكن اللاعبان عبدالوهاب وعياد الصالح من تحقيق المركزين الأول والثاني على التوالي في البطولة بعد خوض الأول ثلاث مباريات في ملاعب الثاني أربع مباريات وقدم لعب الكويت مستويات فنية لفتة انظار المشاركين في البطولة التي جهدت أكبر حضور من منطلاغتها